الحمد لله من الشيطان الرجيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا الحج أم يعقوب البلغة من العمر 61 سنة لم يثني عزمتها تقدمها في العمر أو مسؤولياتها وواجباتها المنزلية عن تحقيق حلمها في حفظ كتاب الله فخصصت جزءا من أولوياتها لحفظ القرآن الكريم في رحلة دامت خمس سنوات حافظة كتاب الله الستينية التي تقطن بولاية الجنفة لقت دعما أسريا بامتياز شجعها زوجها على الدراسة ولقت الفكرة ترحيبا من قبل أبنائها فتتلمذت في مدرسة الإمام ورش لتعليم القرآن الكريم بحيب ترفيس على يد مجموعة من المعلمات المتطوحات دولة الأمتانة لحفظ القرآن الكريم الحمد لله كنا نميليت فتحة المدرسة القرآنية كنا نعاونه في الأمتانة كانت تقرأ القرآن بحرقة كانت تقرأ القرآن بكل جوارحها كانت تحس كل آية كانت تدمع عينها عندما لا تستطيع أن تحفظ الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا حفظت كتاب الله بكل حب وشغف فكانت نعمة مواظبة التي استطاعت تحقق حلمها في ظرف وجيس فكلما اجتازت أمي أعقوب اختبارا إلا وكانت من النجحات ترجمة نانسي قنقر